بعض الاخوة الذين ينتمون الى اصحاب السنة والجماعة يستمعون ولا ينضم اليهم غيرهم حتى صار بعض الناس يردينهم بالحزبية وهؤلاء الاخوة لا يدعون الا من دخل الاسلام حديثا فما نطيحتكم لهؤلاء الاخوة لا يستمعوا ولا يدعون لا ما يدعون ايه يعني ما يتوغلون في المجتمع البريطاني للدعوة اقول ان كانوا خائفين على انفسهم لننفسنا او من مجالسة المبتدعة او انهم يريدوا ان يبينوا للناس ان المبتدعة على شيء من الدوال فلهم ذلك وان كانوا ان يعني يرون الازلة فانا ما ارى العزلة لكن نجمع بين امرين نأتجل الباطل واهله ونخالف الناس للدعوة الى الله فرب العزة يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى الله سلم ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والمعبة الحسنة ورب العزة يقول لي في كتابه الكريم ويتقلونكم امة يدرون الى الخير ويمرون بمعروه ينهون عن المنطر فأولئك هم يميحون وهكذا اذا كانوا طلبة علم واذا اتاهم الحزبيون ينشغلوهم بالجدل فان الحزبيين مستعبون ان يضيعوا ايامهم بالجدل وليس لهم الا ذلك ليس لهم الا ذلك وهو الجدل ما وضيفتهم الا الجدل فاذا كانوا ابتعدوا عن هذا من اجل ان لا تضيع اوقاتهم فبقى كيف حالهم نراتاهم عالم سنيين اينتكفون حوله ام ارتعدوه عنه فماذا فان كانوا يلتكفون حوله ويستفيدون لنه فجأت وان كانوا يبتعدون عنه فأشهى ان يكون احتجالهم هذا من وحي الشيطان والله المستعب ان عبرهم خوف الشتنة عبرهم خوف الشتنة خوف الشتنة لهم ذلك وكانوا يخشون على عرضهم من الشتنة